أهلا بكم مشاهدين الأكارم بداية أنهيت مهام رئيس المدير العام لمجمع سونة راك أمين معزوز بقرار من مجلس إدارة الشركة الذي اجتمع اليوم برئاسة وزير طاقة نوردين بو طرفة وقد تم تعيين عبد المومن ولد قدور رئيسا مديرا عاما للشركة هذا وضع وزير طاقة نوردين بو طرفة بمناسبة اجتماع مجلس الإدارة إلى ضرورة القيام بتغييرات لازمة على مستوى المجمع لرفع من القدرات الإنتاجية كما دعا كافة إطارات المجمع إلى الالتزام والعمل على الرفع من الأداء داخل الشركة فيما يتعلق بالتسير يذكر أن الرئيس المدير العام الجديد لمجمع سونة راك عبد المومن ولد قدور كان قد شغل في سنوات سابقة مدير شركة بي أر سي وهي شركة مختلطة بين شركة سونة راك الجزائرية وبرون أندروت كوندر الأمريكية قامت شركة كيا موتورز بوضع حجر الأساسي لمصنع هو الأكبر من نوعه في إفريقيا لتركيب السيارات هذه العالمة بمنطقة جرما في ولاية باتنة حيث من المنتظر خروج أول سيارة من المصنع شهر سبتمبر المقبل تفاصيل الموضوع في سيقي تقرير أحمد رجدي وسعيد حريك عشاق السيارات الأسيوية سيكونون شهر سبتمبر المقبل على موعد مع أول سيارة من علامة كيا مصنعة بالجزائر حيث تم وضع حجر الأساس لمصنع هذه العلامة في ولاية باتنة المصنع بطاقة إنتاج أولية تقدر بعشرة ألاف سيارة سنويا على أن تصل إلى مائة ألف سيارة بعد خمس سنوات حيث تراهن العلامة الكورية على تغطية السوق المحلي والتوجه للتصدير المستقبلا ستكون حافلة بالجديد في عالم السيارات حيث سيتم افتتاح مصنع إيفيكو في البويرة وفولزفاجن في عريزان وأخيرا كيا بباتنة لترسم الجزائر مزيدا من النجاحات في هذا المجال كشف الوزير المنتدب المكلف بالاقتصادي الرقمي وعصرنة الأنظمة المالية معتصا بوظيف كشف عن إطلاق عملية رقمنة الحفظ العقاري وإنشاء قاعدة بيانات معلوماتية لوثائق الحفظ العقاري العملية تأتي في طار رقمنة إدارة أملاك الدولة وموازات مع رقمنة مسح الأراضي التي سيشرف على انتهائها قريبا المزيد في ميكروفون فوزيان سعد واليوم ننطلق بصفة قوية في رقمنة الحفظ العقاري وهي ناوات أساسية في الأملاك الوطنية بالموازات بطبيعة العالم مع مسح الأراضي التي تتقدم أيضا فيما يخصها في رقمنة قطاعها والانتهاء من مسح الأراضي إن شاء الله المدى المتوسط البعيد أيضا لأنه يتطلب وقت كبير من جهته أكد المدير العام للمديرية العامة لأملاك الدولة السيد جمال خزناجي أكد بأن مرحلة رقمنة الحفظ العقاري ستكون على مرحلتين ابتداء من هذا الشهر وسيعمم على كامل الولايات والمديريات قلت تتم على مرحلتين أساسيتين تدومان لكل واحدة منهما سنة تقريبا سنة ابتداء من مارس إن شاء الله بالنسبة للمرحلة الأولى هي في حدتها عندها تلت خطوات خطوة الأولى كملناها تقريبا وهي قائدة البيانات على الملاك عندما نقول الملاك هما الناس لأنهم سندات مشهرة عنها كان بعض الحائزين لعقارات ولكن ما زالهم في طور الحيازة مع أنهم مش سندات ترجمة نانسي قنقر